فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حدثت حادثة أخرى في عهده صلى الله عليه وسلم وهي أن امرأة من بني مخزوم وبني مخزوم بطن شريف من بطون قريش من أشرف بطون قريش سرقت فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها تنفيذا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى مكانتها وأنها من بطن قرشي وشق ذلك على قومها أن تقطع يد امرأة من بني مخزوم وهم معروفون بمكانتهم بين القبائل فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه وكان ابنا لزيد بن حارثة وحب النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه وكان أسامة أيضا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقدره فأسامة كلم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على أسامة وقال له أتشفع في حد من حدود الله ويم الله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفذ حكم الله وذكر المسلمين بما كان عليه أهل الكتاب من قبل وهو أنهم كانوا لا ينفذون الحدود على الكبار وذو الجاه وينفذونه على من لا شأن لهم وعلى الضعفاء فخشي على أمته أن تسلك هذا المسلك الذي سلكه أهل الكتاب وأمر أن تنفذ الحدود على الكبير والصغير والله جل وعلا يقول ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض وقوله صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها هذا من باب ضرب من باب الفرض هذا من باب الفرض وإلا فحاشى أن فاطمة رضي الله عنها تسرق ولكن هذا كما في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم يعني الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالشرك يحبط الأعمال من جميع الناس حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو فرض وحاشاهم لكن لو فرض أن أحدا يشرك منهم لحبط عملوا فكيف بغيرهم فكذلك الحدود الحدود لا يراعى فيها الكبير والصغير والضعيف وإن كان سياسة بعض الملوك أو بعض الرؤساء أنهم يرون هذا من المصلحة وأن لا تقام الحدود على الكبار وذوي الجاه وهذا من السياسة ومن المصلحة فيقال لهم المصلحة والسياسة الشرعية في تنفيذ الحدود على الكبير والصغير حتى يرتدي عن الناس ترجمة نانسي قنقر